البقاء لله. شكرا الله وصعر يا حضرتك. خلص العزاء لحظتها كل القصة. الحمد لله. اه عرف نفسها كيفية. مهندس علاء دي الدين ابن خواهك كبير. قولي اه الاستاذة منال يعني احنا عرفنا انها ارمالة منذ سنوات. عشرين سنة. كلمني بقى عن حياتها. دي ارمالة بقى لها عشرين سنة. شغالها في التربية والتعليم. حصل بظروفها حريقة في بيتها. وكانت هي برضو لوحدها. من حوالي برضو في حدود سبعتاشر سنة تقريبا. زوجها توفى هي اللي بتجري عليها على اللي موجودين معاها. كانوا ولد وبنتين. والحمد لله الولد الجاوز الخلف والبنت الجاوزة تخلفت. في واحدة تانية بس ربنا ما اردتش انها تفضل على حياتها. فانفصلت عن جوزها ورجعت عادت معاها هي وعيالها. فبرضو عميتك اللي تكفلت بيها. وكانت بتقوم بكل واجباتها في كل حاجة. واقفت جنب ابنها في كل حاجة. طقف مع العيلة كلها في كل حاجة. ما اعتقدش ان ربنا هيعوضني غيرها. بسم مهندس انا شايفة الجنازة بتاعتها جنازة مذيبة. بسم الله مشاهدة. برغم ان هي من عزبة بسيطة. لكن شايفة ان اللي جاي لها المعزين من كل مكان. يعني ده دليل ان الستة دي كانت محبوبة. عمرها ما غلطت في حد. عمرها ما اتأخرت عن مساعدة حد ايا ان كان هو مين. تعرفها او ما تعرفوش. لو مش في ايديها ان هي تساعد وتشوف مين اللي يساعده وبتدله. كل الحاجات دي كلها كتعمتش بتعملها. من غير ما حدو ما يحس بها في اي حاجة. هي عميتك كتبتعمل الكلام ده كل. جدا. جدا. وبتضحك وش الناس كلها وعمرها ما زعلت حد من الناس. دي مو الجمعة اللي فات. هل كان في حديث بينكم؟ ملخص الحديث لو تفير فيها. اه يعني كان فيه زروة ضحكة بنا انا وهي. هي بتحبني جدا على فكرة. وانا بموت فيها. ما قد نعكس في بعض انا وهي. اه سلامة. فهزر معاها وقلت لها بصة عميته والله العزيم لاخد سبحة من السبحتين اللي كدول. حافزت على الاثنين لان كانت واحدة من ست اللي هي امها الله ارحمها. والتانية كانت من جوزها ما زكري الله ارحمه. فعاد تهزروا معاها. طب اللهم نطلع من عند تجلب ما اخد حاجة زكرة. ديتني سبحة هي كانت شريها وهي جامل سعودية. وبعدين فيش كلام اقدر اقول اكتر من كده عنها. بسيطة ان شاء الله يعني. يمكن حاجة صورت عازل شفت فئة دقيقة. من اللي قال لنا الخبر? انا اللي لازم اقول له الخبر عشان اكبر اقوله اكبر واحد. يعني الخبر جال في انكم منين انيات وحدة. جال الفجر من حمادة ابنها. ازاي هي توقفت انها? توقفت الصفحية وهي رايحة على المدرسة. الفجر عند حمادة ابنها بيحاول الساعة تسعة عشر الصبح. ده الفجر عند حمادة. الفجر عند حمادة ابن امتي بيحاول الساعة تسعة عشر الصبح. اه يعني اصدق هو بيصحى متى اكثر. اه هو ده الفجر بتاعه اه. اه تبسع تسعة عشر اه. اه. توجهت طبعا على الموضة. ما استنيتش اساسا. سلامة رحمة الله بركاته. طبعا كنت بتتابع الاجراءات. ما استنيتش اي حياجة وما فيش حد في البلد كلها. كوم اللي شفتيه كان مستني ان حد يقول له اعمل. شفت انت بتسارع اول واحد. انا على بال ما بيجري لحد هنا روحت ان انا افكر بس اسأل ان هم تصريح الدفنة وطلعوا لا. لاتهم مطلعين ان تصريح الدفنة. اه العربية بتاعك الدكاترة اللي كاشفت عليها. يعني كانت تعاون كبير من بالهبل. بالهبل. هو هو اول موقت هناك كان هم اللي سألينها هناك اول حاجة. زميلها. اه اول حاجة. اه اول حاجة. طيبة يمكن حضرتك وقت معايا من احد غملائها. يعني انا شفت المحبة في عينيتي. بس. الرجل بيقول لي يا اخت قبل ما تبامك. وانا عايز اقول له لا ده يا امي.